مغطاة تابعة المجمع رياد الامير مولي عبدالله بمديرة الرباط جميلة بهذا الحضور الجماهيري أيضا بعد عزف النشيد الوطني المغربي والانتدارات للمقابلة الثالثة أمام المنتخب الزمبي موضع الأمام المارض optical الكثير من البراط جميلة في مauen bilang غير القوة لذلك أي منتخب كيفما كان دائما تعمل طاقة هذا هو الحل الوحيدة أوه تفويبا أو تسديد عن الشيباك فهو حلم الحلول لما يكون عندك وحدة ففتك شيء ودخل عتمال بمزو كذلك هذا حلم الحلول هذا في أول منتخب والطن المغرب عن طريق المجمع عميدة المنتخب النعب المسرار يضع عن كرة في الشيباك تسويبا قوية من كيماج دفائي الحل يالو تسويب عن بعد والمسرار معروف تسويب عن بعد أكيد فكانت المحاولة الأولى بالنسبة للبقالي ما نشعج أما تسديده ثانيا فكانت السوفيان كانت تسديده مركزة وهذا حل المحلول اللي نقدروا نشوفه فيه الهدف لأن البيفاع كما شفنا من كامش بحد أسرار دي الأمطار تصعيب هناك يشكر واحد أما التمركز ديالو في الخلف وعي بخير ينتظر في المنتخب المغربي فهو صامع لي ممكن شوفه أهدف صيبادك بيلال البقالي يلا أفره في المرمى مؤلينا عن ثالث أهدف طريقة ديكية جيدة هاد القالية دي تسويب عن بعد القالية دي تسويب عن بعد قان بان مسرار والآن كيحوب بان بيلال بقالي واش لقاو الحلف تسويب فكن نظن بأنه لقاو الحلف تسويب لأن المنتخب المغربي كان يتوقع نفس السيناريوات اللي يتوقعون في المقابلة الأولى والمقابلة الثانية جوج ديال الخصوم اللي كي رجعو لك الدفاع المنطقة فالحلم اللي تقولوله هو تسديد عب ديالو بالرجل ديالو فهو كي نضاف اللاعب الآخر هذي بحول ممتازة فرصات هذي الهدف هدف ثالث نيار زامبي نيار زامبي أبما طموع كبير العناس الوطنية الأسلوب هذا يشرب الأسلوب رائع المنتخب الوطني المغربي اليوم بدنا بداية جيد جيد مشجعة المنتخب لك يفرح نديمة أكيد فالمنتخب لك يفرح نديمة أكيد كنظم بأن اللاعبين تحرم ذلك التقديم المقابلة الأولى شعراوي قامت مريرة ممتازة أمازال وليماركا المقابلة الأولى والمقابلة الثانية فالآن الأهداف اللي جات مبكرة فهي ساعدت بشكل كبير المنتخب المغربي باش يمشي في ذلك الفلسفة ديالو كنظم بأنه بعد المقابلتين الأولى والثانية شعراوي هذا أكيد بعد المقابلة الأولى والثانية المنتخب الوطني مغربي ومي بيان ديالو في تصاعد أكيد فهذه الملاقصات في المستوى خصو يكون تصاعد لأن المقابلة الأولى والثانية فكتكون واحد المستوى اللي كتحاول تدير تدوير ديال جميع اللاعبين لأن كما أصبقنا وتكلمنا فعندك 24 ساعة لكترتاح فيها فالمنتخب المغربي لحد الساعة النتيجة هدي تساعدنا شيئا ما باش للمخزون البداني وكذلك وحد تعطينا واحد راحة ذهنية باش نحاولو أبرز الأنديا وفريق كيتوي بيلي دوم الأنديا شعراوي في سجل هدف ديالو هذي المغامرة خطة الحارسطة إرفع أي لعب كي ضيع خطة سادفة وهذه خمسة وكل فوق تتخلوفة كبيرة شوفنا الخضور شمايري كبير شوف السعادة ديالت الجماير التي تأتي في المدرجات الجماير التي تؤتي للقاع المغتا تابع المجمع رياده الميرمولي عبد الله بمدينة الرباطة وهذا الانطلقاء هي اللعاب الشعراوي الشعراوي هذا الهدف دين ورقم سبع في كاس أمم إبريقيا فشعراوي الآن كان بعد هذا الحابلتين الثانية والثالثة فهو غادي في حد خطة صعبية كنتم منه بأنه يستمر في هذا المستوى لشوفه فهو هذه محاولة مسرار مسرار ينطلق بخورة دين وتميري رجال يومنا بلال هدف هدف يدرس هدف يدرس الطريقة بالأسلوب استغل الأهداف مقابل لشيء بالأسلوب المغربي هدف مدرسة مغربية مية في مية تيكي تاكاش في التمريرات القصيرة شوف تسوى التموضة دين اللاعبين وكذلك التمركز ديالهم فهدو المتخب اللي عودنا دائما بأننا نشوفه أهداف دياله جميلة فاستدي الأهداف حدث النقيقة فهذا شيء إيجابي في المحاولة شوك اللي بقى كورة مرة أخرى مغربيات صويبا كان بالإمكان أنها تكون في الشيباك ما دي يقول الحكم تحرك تحرك ديال الشيباك والخلاي وقلنا هدو مسألة ديال أشوف شوف هنا صويبا كتر تعتم بالقائم كان ممكن تكون في شيباك ويكون هدف رقم سبعة المنتخب الوطني المغريبي متابعين للاعبين للمنتخب الوطني المغريبي اسمعي لا مازال تمريرها رائعة تلقى من يوستجوة تمريرها تخدير فرصة هدف رائع هدف رائع هدف رائع هدف ديال الأنسعية من أروع الأدف طريقة هدف رائع هدف رائع هدف تالس دورة بنفس الطريقة وكذلك شفنا القوة ديال المنتخب الوطني المغريبي كيفاش خرج منطقة الصغيرة شوف منطقة منطقة هدف مقرع منشقة ألا هدف رائع هدف رائع هدف رائع طريقة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر